صرح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من رئيس السيسي فيما يخص قرارات حزمة الحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة ووجه مدبولي الشكر لمجلس النواب لسرعة إقراره الحزمة لافتا إلى أنها سيتم تطبيقها بدءا من هذا الشهر ده كان تكليف من خامة رئيس في دوق كل القرارات اللي طلعت من المؤتمر الاقتصادي وما تم تنفيذه منها بالفعل وكان طبعا على رأسها موضوع حزمة الحماية الاجتماعية اللي يعني برضو بنتهز الفرصة وبوجه الشكر لمجلس النواب على سرعة يعني موافقته على هذه الحزمة وإقرارها واللي ان شاء الله حنبدأ تطبيقها اعتبارا من هذا الشهر طبعا بمجرد يعني ما يصدر القرار الخاص بالقانون الحقيقة احنا من ساعتها وإحنا بنتابع على الأرض موقف الأهم شيء طبعا السلع ومستنزمات الانتاج والمواد الخام لان كل هدفنا كحكومة في هذه المرحلة الاستمرار في توفر السلع في السوق والحفاظ على بقدر الامكان ان الاسعار طبعا تبقى مستقرة في هذه المرحلة بالذات اشتركوا في القناة